حول استمرار انتهاكات نظام الأسد ومطالبات نواب أمريكيين للرئيس الأمريكي برفض إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي ينضم إلينا عبر سكايب من أنطاكيا الحقوقي السوري ريدا سطيف أهلنا بك سيد ريدا يعني لا تزال انتهاكات نظام الأسد مستمرة ضد المدنيين وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القتل تحت التعذيب مستمر ما أفضل إلى قتل 105 ألاف في الفترة ما بعد الثورة بحسب التقارير إذا كان التعذيب منهجية لدى النظام سيد رضا كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي معه أصعد الله وخاتكم سيد السرمين للأسف الغلق الأقصى في كل محطرة الثورة السورية كل المعتقلين يتمنون الموضوع يتمر على البقاء على خلف المعتقلين كان شخصنا مصطبنا الأول في المحافظة الدولية إلا أنها ولد أسكان خالف الأحياء لأن لم يقصي كافية خطف هذا لديهم شيء كافي من المعلومات كم كافي من المعلومات حول هذا الملسة رغم هاتم من تحقيقات رغم هاتم من تحقيقات حول المعافظة وحول الممنهج وحول القتل وحول الأحياء المستانية التي تحت أحياء المتحدة لأنهم مصطبنا وذاتهم لم يتغير لكي تتورى وحال وحتى هذه تحقيقات رقم الكبير الذي يشمل أعداد من قضوا في سجون النظام في دمشق بحسب تقارير وقد تحدثت عن أعداد أخرى غير التي وردت في هذه التقارير إلى أي مدى هذا الرقم يمثل الإحصاء الحقيقي لعدد من قتل في سجون الأسد تفضل حقيقة رقم بشكل دقيق لا يمكننا إحصاء الأيات التي لدينا عدد من قتل أخرين قد تتورى منهم من تم قتلته منذ البدايات لكن تم إحصاء موته منهم من ما زال في السجون منهم من تم نقله إلى معسكرات ومحتجزات في مناطق سيطرة النظام أو المناطق الطائفية إذا صحبت بسمية بها كمثال بسيط في أحد العائلات حصل منذ شهرين أن ذهبت أم أحد الشهداء إلى دائرة النفوذ في استخراج بيان عائلة وإذا بهم يكتبون على البيان بجانب اسم ابنها المعتقل متوفة وهي ليست على أي علم بهذه الوفاة سوى أنها معتقل منذ بداية الثورة لم تعلم إلا من خلال ورق بأن ابنها متوفي منذ ست أو سبع سنوات فكانت الصدمة الأكبر أنها كانت على أمل بأن يعود ابنها لكن الأمر كان أو المشهد الأقصى بأنه متوفي منذ ذلك الوقت والنظام قام بتصفيته وتم إخباء هذا الأمر نهائيا نعم سيد رضا قانون قيصر استطاع أن يحرك المجتمع الدولي ويفرض عقوبات على نظام الأسد بحسب تقارير وبعد أن أظهرت الصور التي سربها جرائم النظام لكن كيف ترى استفادة المنظمات الحقوقية السورية من هذه القضية لملاحقة النظام وقياداته؟ هل استثمرت المنظمات الحقوقية قانون قيصر كما يجب؟ حقيقة متفاءلنا جداً محتوى قانون قيصر إلا أن أتفكت ما أتفكت في تطبيق هذا القانون حتى الولايات المستحدة التي هي من تبنت القانون ومن أصدرت كان لديها لن أسميه تواطئ ولكن تهاون جداً في تطبيق هذا القانون الأمر الذي دعا كما ذكرتم وأتفكتهم في التقرير رؤساء ونواب رجلة الشؤون الخارجية في مسجد سيء النواب والشيوخ للصلب من إدارة بايدل للمثول أمامهم للتحقيق في إدارة بايدل للملف السوري وحقيقة ما يحصل من تطبيع مع هذا النظام والردع لباقي الدول التي تفكر في التطبيع وأضيف أيضاً نقطة أخرى كانت من ضمن هذا الكتاب أنهم طالبوا بالتحقيق في الأموال التي يجنيها النظام من خلال أموال المساعدات الإنسانية إضافة إلى الأموال التي يجنيها من خلال تجارة الكبتاجون ووضع شيء رادع لهذا النظام الذي يتم دعمه في العمل الأجنبية أو نقل الأجنبية من خلال هذه الأمور رغم وجود قانون خيطر ورغم وجود العقوبات الحادة على الورق لمن يتعامل معه أو يساعده في التخلص من هذه العقوبات هل ترى أن الدعم الروسي والإيراني للنظام السوري استطاع هذا الدعم أن يخفف اقتصاديا من أثر العقوبات على الأسد وإذا كان الأمر كذلك سيد رضا فما المطلوب لكي تنتج العقوبات أثرها الفعلي بشكل حقيقي على الأرض نعم وبكل تأكيد روسيا وإيران هنا فيه إجتاعي حقيقي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية روسيا تبنت النظام عسكريا وسياسيا وإيران تبنت النظام كدعم مادي ودعم على الأرض من خلال رفضه بالمقاتلين وغيرها إيران حاولت مساعدته في موضوع المفض في المشاعدات البترولية من خلال بعض الاستثمارات التي قامت بها لو كان هناك تطبيق حقيقي لهذا القانون لكانت روسيا وإيران الآن في موضع العقوبات وكانت تحت حصار قانون كيفر وعقوبة قانون كيفر نواب أمريكيون طالبوا الرئيس جو بايدين بعزل نظام الأسد عن المجتمع الدولي هذه العزلة التي يطالب بها نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيد سطيف هل ترى أنها قادرة هذه العزلة التي يطالبون بها قادرة مثلا على تحقيق ما لم تحقيقه العقوبات ضد النظام السوري سيد الكريم العزلة حقيقة لن تنفع مع هذا النظام هذا النظام هو بحاجة الاشتفاق كما ذكرت وأسفت سابقا عبر قناتكم الكريمة فالنظام ليس لديه أي مشكلة بأن يقوم بمعزل عن العالم بشكل نهائي ليس لديه مشكلة بأن يقنى شعبه تحت أي بند من بنود القناء ليس لديه أي مشكلة بأن يبقى هو الحاكم بهذا البلد شاء من شاء وأبى من أبى إن عزلوه أم تعاملوا ما إن طبعوا معه أم تركوه هذا الأمر لا يعنيه الكثير لأنه سيبقى بأقل ما يمكن والهدف أن يبقى حاكم لهذا البلد ليس لديه مشكلة المشكلة أو الحل الحقيقي لهذا النظام هو أن يتم إنهائه بالقوة وهذا الأمر الذي ناشدناه منذ عشر سنوات بالتمام ولم نحصل على نتيجة حتى الآن ولم نحصل على موقف حقيقي من المجتمع الدولي ينطفنا بهذه القضية العادلة من أنطاكيا بتركيا كنتمان أبرسكايب الحقوقي سريري ضسطيف شكرا جزيلا لك